طب هل ممكن تقولون على شوية مفاتيح كده تساعدنا في المشاهد اللي فاتت دي والمشاهد الصعبة اللي فيها تحديات ان احنا نفتح بيها القلوب هنقول على شوية مفاتيح مهمة في سلام الوصال اول مفتاح وده مفتاح مهم جدا مفتاح اسمه ادارة المشاعر يعني ما خليش مشاعري طول الوقت هي اللي بتسيطر علي وهي اللي بتحركني وخاصة في علاقة بأحبابي لما حس على سبيل المثال بغضب أو بغيرة اهدى قبل ما تواصل عشان افكر وقادر افكر ببصيرة واتعامل بحكمة فكليل رسول الله عليه وسلم لما قال لا تغضب وقصده ايه ان الواحد يحاول بشتى الصور لا ينفذ غضب ولا يحاول الشعور بالغضب عنده الى سلوك احنا محتاجين نتعامل كده تاني حاجة سلسية انا بسميها سلسية الايه سلسية الحوار اللي هي سلسية الفهم والتفهم والتفاهم دي بتخلينا نعرف مفاتيح بعض فيقل الصراع عندنا وتزيد القلفة بيننا جدا جدا ان احنا نفهم احبابنا زي ما مم بيتكلموا وانا تفهم ده وفاعهم وانا تفهم مفيش حوار الا ونخرج منه بقدر مشترك تالت حاجة تالت مفتاح فيه مفتاح جميل اول للتواصل والدود الرحيم اسمه البناء انك لما تتكلم مع حبيبك تسمع افكارهم بعناية وتبني عليها تبني عليها يعني ايه هو قالك على فكرة احنا كنا ممكن نتكلم مع بعض من زمان بس احنا تأخرنا انا معاك ان احنا تأخرنا طب نعمل ايه عشان احنا ما تأخرش انا بفكر ان احنا نزود الوقت ان احنا نقعد فيه عشان ما يرجعش تاني نتأخر مرة تاني البناء على الافكار ده بيعمل سعادة غامرة ما بين الناس ويبتتحاور مع بعض وبيحسسهم قد دي انك مهتم بيهم وبتسق في افكارهم وبتحترم رؤيتهم رابع مفتاح وده مفتاح لطيف كده ولذيذ اسمه لازم يبقى فيه روح فكاه من اكثر التواعم للوصال في اي علاقة هي روح الفكاه روح الفكاه على فكرة ممكن تخلي اي حوار مقفول يتفتح في لحظة فروح الفكاه دي مهمة جدا 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 رقب خمسة من المفتاح المهمة جدا جدا لازم يكون فيه تجديد في اي علاقة تشاركوا بعض تجربة جديدة تمارسوا النشاط جديد سوا وده يخليكم تقدروا توصلوا الى حالم الحالات هدم الجدران الوجع اللي كانت موجودة بينكم هل ممكن نقول شوية حاجات كده تخلينا تسهل علينا السير في تجربة السلام الوصال اه نقول شوية حاجات اول حاجة لازم انت ببساطة خالص ما تنساش احبابك وما تسيبهمش ما تسيبش احبابك من غير ما تعبر عن حبك ليهم دي سنة من السنة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي كان بعبر عن حبه لاصحابه بعبر عن حبه الكل اللي حوليه واؤبادة امرنا الرسول الله السلام ان احنا نعملها ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم جيه الصحابي وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحبه فلان قال هل أخبرته؟ قال لا قال اذهب فأخبره فأمر أنه هو يروح واخبره وده شيء مهم جدا 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 في مسائل العلاقات أنه احنا طول الوقت نعبر عن أحبابنا عن حبنا ليهم تاني حاجة ادي وقت لحبيبك تسمعهم وتفهمهم تسمعهم وتفهمهم بعناية وده شيء مهم جدا 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 لأنك إنت لو سمعتهم وفهمتهم هتلاقي حاجات كتيرة جدا جدا من الأوهام اللي بتجينا اللي عاملة حاجز بيننا وبينهم وبتخلي تقطع الوصال مش موجودة تاريت حاجة لازم تخصص وقت تشاركهم فيه مهما كانت مشاغلك ولو نص ساعة تشاركهم فيه اللي هم اهتماماتهم واللي هم بيعيشوهم رابع حاجة لازم نصنع ذكريات جديدة عشان يفضل الوصال موجود اهتموا بصنعة الذكريات ما يعني أنا آسف يعني ما حدش يحتقر فيكم إن حد يكتب لحد على في أجندة ولا إنه لما يديه له هدية إنه يجيب روكارت فيه الحاجات دي مهمة جدا 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 في مسألة الوصال الحاجات دي بتشحن حياة الإنسان لمدة طويلة زي مهمة جدا جدا كمان في العلاقات إن الحد يحس بإنك أنت مهتم بتفاصيله ومهتم إن أنت تعمله مفاجآت سرة في أوقاته كتيرة آخر حاجة أنا شايف أننا محتاجين أننا نعملها أننا ندعي الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء عشان يجعلنا من أهل سلام الوصال ونقول يا سلام أسألك أن تسكن قلوبنا وقلوب أحبابنا في دار السلام وأدم علينا من جمال الوصال ما به نحمدك ونشكرك على كريم ودك وكريم محبتك التي جعلتها فيما بيننا لكي نصل إلى دوام الجمال بحسن الوصال يا رب العالمين أغرقنا في جمال الوصال حتى ندخل عليك يا ربنا من الباب الذي تحبه وهو باب الجمال يا رب العالمين اجعلنا دايما في سلام الوصال على الدوام حتى نغرق في شهد جمال نظرك إلينا يا رب العالمين وما تنسوش تحكمنا عن تجربتكم في العيش بسلام الوصال هنفرح بيها ونشارككم سعادتكم إن شاء الله لما تعيشوا في السلام اللي مليان بالجمال وهو سلام الوصال